اهلا بكم الى موجز الاخبار من الدابليو تيفي دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القصف الذي استهدف مقر مجلس النواب في طرابلس ووصف ذلك بالجريمة واعتبرها انتهاكا جديدا وجسيما للقانون الدولي الانساني الذي يحرم استهداف المدنيين والاحياء والمنشآت المدنية اضف المجلس في بيان ان استهداف هذا المقر يعبر بوضوحا عن اصرار المعتدي على ضرب اي معالم للدولة المدنية ومحاول يائس منه لاسكاة صوت نواب الامة وتأكيدا على نهجه الذي يهدف الى القتل والترهيب وعسكرة الدولة حذرت مجموعة ادارة الازمات الدولية من مغبة الصراع الليبي الليبي على الجبهة المصرفية والمالية بموازاة حرب طرابلس التي دخلت اسبوعها السادس اضفت المجموعة ان الازبة المصرفية المهملة في ليبيا وصلت الى ذروتها موضحة ان الامر يتعلق بصراع طويل الامد سيعيق الجود الرامية الى اعادة توحيد النظام المصرفي المنقسم ما يغذي احتمالات حدوث انهيار مالي وحرب اقتصادية الى جانب الحرب العسكرية اعلنت منظمة الصحة العالمية في ليبيا مقتل احد الاطباء اثر تعرض سيارة اسعاف للقصف في طرابلس ودانت الصحة العالمية ما يتعرض له العاملون في المجال الصحي مؤكدة انه على الاطراف المتحاربة ادراك ان الاطباء ليسوا هدفا ويجب حمايتهم واحصت منظمة الصحة العالمية مقتل اكثر من 500 شخص واصابة نحو 2500 في ليبيا منذ اندلاع اشتباكات طرابلس تم الافراج عن صحفيين قناة ليبيا الاحرار محمد الجرج ومحمد الشيباني وكانت القناة اعلنت عن فقدانها الاتصال بالصحفيين في الثاني من مايو الجاري اثناء تغطيتهما للاشتباكات جنوب العاصمة نزل الاف المتظاهرين الى شوارع العاصمة الجزائرية ومدن اخرى للمطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية بعد انهاء الحكم حكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ومن المتوقع ان تمدد الحكومة الموقعة الفترة الانتقالية الحالية لاطالة وقت التحضير للانتخابات اعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا مايو وهي تحاول ان تحمس دموعها انها ستترك منصبها بوريس جونسون المرشح الاوفر حظا لخلافة مايو علق قائلا على بريطانيا الاستعداد لترك الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق لاجبار التكتل على عرض اتفاق جيد وبعد ساعات من اعلان مايو استقالتها اكد وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت انه سيترشح لزعامة حزب المحافظين اعرب وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لدغيان عن قلقه حيال اوروبا المهددة بالتفكك والانسلاخ والخروج من التاريخ واوضح ان لا صين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة يمكنها تحمد رؤية منظمة قوية كالاتحاد الاوروبي في امكانها النهوض ودفاع عن مصالحها الخاصة امام القوى الامريكية ختم الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة